تعمل الدولة على دعم العمال من خلال تحقيق الحماية الاجتماعية وما يشملها من زيادة في الأجور وحماية العمال غير المنتظمة وغيرها من الحزم الاجتماعية والتي تشتمل أيضا على الرعاية الصحية أصدرت الدولة عددا من التشريعات والقوانين لدعم العمال ورعايتهم والحفاظ على حقوقهم المزيد نتابعه بشأن جهود الدولة لرعاية العمال ونصعرضه خلال هذا العرض المعلومتي التالي والزميل رقائي رمزي أهلا بكم منذ وأن أدى الرئيس عبدالفتاح أسيسيا اليمينة الدستورية لولاياتها الرئاسية الأولى في الثامن من يونيو لعام 2014 وهو يولي اهتماما كبيرا بملف الأيد العاملة من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم حيث أطلق يد البناء لتعمر ربوع مصر وتوفر الملايين من فرص العمل فالدولة المصرية قد نجحت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح أسيسي حكم البلاد في خفض معضلات البطالة من 13% في العام 2014 إلى 6.9% في أبريل 2024 بسبب المشروعات العملاق والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات كما استوعبت عددا كبيرة من العملة غير المنتظمة وتم دمجها في سوق العمل بعد تسجيلها رسميا لدى وزارة العمل كما كانت هناك توجيهات رئاسية بزيادة الأجور للعملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم أجمع كما أن هناك توجيهات أيضا بالإنعقاد المستمر للمجلس القومي للأجور وذلك للنظر في زيادات مستمرة لعمال القطاع الخاص في فبراير الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50% إلى نحو 6 ألاف جنيه شهريا وعد هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين كأكبر حزمة اجتماعية عاجلة في هذا السياق تمت زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه لإستعام الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة خلال ست سنوات الماضية تمت زيادة الحد الأدنى للأجور خمسة أضعاف من 1200 جنيه في 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة في 2024 التكلفات والتوجيهات الرئاسية للحكومة في ملف العمل أكدت على الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة والتأكيد على كافة منشأة القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانون 5 في المئة لتشغيل الأشخاص من ذوي الهمم واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل في الوقت نفسه تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج من إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشيا مع تطورات التكنولوجية الحديثة تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل ذلك تنفيذا لتكلفات الرئيس أسيسي بشأن تحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها هذا وتوصل الدولة تنفيذ توجهات الرئيس أسيسي في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية هناك عشرة عربات متنقلة جاهزة للانطلاق كما أطلقت الدولة في منتصف يناير الماضي مشروع مهني 2030 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء من أجل الارتقاء بالعملية التدريبية للتموحات الجمهورية الجديدة وفي طار دعم دولة للمرأة العاملة يوجه الرئيس أسيسي دائما بدعمها كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتنفذ وزارة القوى العاملة عددا من البرامي والانشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها والتي أقر لها الدستور والقانون بجانب إنشاء وحدة المساواة ما بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزية ملفه العمال غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة اهتماما غير مسبوقة جاءت توجيهات الرئيس أسيسي مباشرة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا في عيد العمال الماضي وجه الرئيس أسيسي بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة يضم كافة حساباتها تابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها وتقديم خدمات أكثر لها وخلال الفترة من 2014 إلى 2024 اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم العمالة غير المنتظمة فكانت المنحة الرئاسية بصرف 4.5 مليار جنيه منهم 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة والتابعة لوزارة العمل تنفيذا لتوجهات الرئاسية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد ست دفعات للذين تضرروا من أثار كورونا ولا يزال صندوق إعنات الطوارئ للعمال والتابع لوزارة العمل واحدا من أذرع الدولة لحماية العمال حيث قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعنات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا قد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه وذلك خلال عشر سنوات في مجال التشريعات تم اصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب وصادق عليها الرئيس السيسي التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة مثل قانون العمل وقانون الخدمة المدنية فعمال مصر هم الشركاء الأساسيين في دفع عجلة التنمية وازدهارها بكافة القطاعات قناعة دائمة ما تؤكد الدولة عليها بل وتحرص على بذل كافة الجهود لتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج شكرا لكم